أعلنت وزارة الصحة تقديم 154191 خدمة أمس الجمعة ضمن المبادرات الرئاسية وجميع التخصصات الطبية والعلاجية والوقائية وتنظيم الأسرة من خلال حملة 100 يوم صحة وأوضحت وزارة الصحة أن الخدمات التي قدمتها حملة 100 يوم صحة تضمنت 7566 خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة في أول زيارة فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 18902 خدمة وأضافت أن حملة 100 يوم صحة قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديث الولادة ل752 طفلا فيما قدمت 25067 خدمة ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلويين ترجمة نانسي قنقر